اشتركوا في القناة لكن الاوراق الخارجية تحتوي على نسبة اكبر من الماء يحتوي على الالياف والفيتامينات والزيوت والاملاح وله فوائد غيالية الخيار الخيار بشكل عام يحتوي على 96% من الماء يمكن اضافته الى الصلطات مع الخضروات الاخرى الغنية بالماء والالياف كالخص والبندورة او تناول الخيار كعصير بعد دمجه بمكعبات الثلج الخضار بشكل عام والخيار بشكل خاص تبقى في المعدة المدة اطول من غيرها قبل ان يتمكن الجسم من هضمها بشكل كامل ما يعني مصدرا مستمرا للطاقة الهمبرجر من الاطعم التي لا يدرك البعض بانها تكافح العطش لكن نسبة الماء الموجودة في اللحم المفروم تبلغ 64 عندما تكون نيئة وتنخفض الى 60% عند الطبخ اضف الى ذلك واقع انك تحصل على البروتينات والاملاح والدهون الضرورية ناهيك عن قيامك باضافة البندورة والخص اليها ما يجعلها مثالية الدجاج تشكل نسبة الماء 69% في الدجاج وتنخفض الى 66 بعد الطبخ لكن للحصول على فائدة الدجاج يجب عدم تثليجه لوقت طويل لانه يفقد السوائل كلما طالت مدة التخزين مصدر غني بالسيلينيوم والاحماض الامينية ومضادات الاكسيد والفيتامينات التي تجعلك تشعر بالنشاط الارز الارز بحد ذاته لا يحتوي على الماء لكن بما انه لا يمكن تناوله الا مطبوخا فانه يصبح من الاطعمة الغنية بالماء وزن كوب الارز المطبوخ يبلغ 177 غراما تقريبا 133 غراما منها هي ماء تعتبر وقودا للجسم لكونها غنية بالكربوهيدرات التي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج اليها لكن يجب الانتباه الى كمية التي يصار الى تناولها الزبادي كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85% من الماء بالاضافة الى المواد الغذائية الاخرى والبكتيريا المفيدة للأمعاء والكالسيوم الزبادي يحفز الجسم على حرق الدهون ما يعني امدادات دائمة بالطاقة طوال اليوم الطماطم كطعاما او كعصير تشكل الطماطم جزءا من غالبية السلطات والاطعمة المتبوخة في رمضان توازن مثال بين الصود يوم والماء يساعد على ترطيب القسم لفترة طويلة جدا وفائدته اضافة تكمن في الليكوبين الذي يحمي من سرطان البروستاتا ماء جوز الهند وفق الدراسة صدرت مؤخرا اكد العلماء ان فائدة ماء جوز الهند توازي فائدة المشروبات الرياضية لكنها تتفوق عليها لكونها تحتوي على سعرات حرارية اقل عصير الفواكه وقصب السكر عصير اي نوع من الفواكه مصدر مهم لترطيب الجسم البطيخ والشام والتفاح والجزر والعنب والغريب فروت والليمون وغيرها جميعها ستوفر لك ما تحتاجه اما قصب السكر فهو يعرف بقاهر العطش في الاخير لا تنسى الاشتراك في قناة اسرار لا تعرف لمشاهدة المزيد كل يوم استودعكم الله